شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول العمل المشترك ونتحدث إن شاء الله حول هذا الموضوع ضمن فصول ثلاثة الفصل الأول الضرورة الفصل الثاني القاعدة الفصل الثالث المظاهر ولكن قبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم مقدمة قصيرة وهذه المقدمة هي أن العمل يتنوع إلى نوعين النوع الأول العمل الفرد النوع الثاني العمل الجمع لا شك أن العمل الفرد له قيمة كبيرة عند الله سبحانه لا شك ولا شك أن كثيراً من التحولات التاريخية حدثت على أثر أعمال فردية لا شك ولا شك أن الأعمال الفردية لها دور كبير في الحياة الراهنة وربما يكون العمل الفرد الضرورة ضرورة من الضرورات في بعض الحالات هذا كله لا شك فيه ولكن هناك قاعدة عامة في الحياة ذكرها القرآن الكريم في مواضع متعددة وهذه القاعدة هي أن المؤمن ينبغي عليه دائماً أن يتحرى الأفضل دائماً يجب أن نفكر هل هذا الوضع الذي نعيش فيه أفضل الأوضاع؟ أو هنالك وضع أفضل؟ هل هذه الخطة التي ننتهجها هي أفضل الخطط؟ إحنا عندنا نزعة إبقاء ما كان على ما كان نظل نعيش في الماضي إذا في يوم من الأيام خطة كانت خطة جيدة لا يعلم أن هذه الخطة تبقى جيدة إلى النهاية لعلها في يوم من الأيام تتبدل لعله في يوم من الأيام يوجد ما هو أفضل منها المؤمن دائماً يعيش حالة تطلع نحو الأفضل الله تعالى يشير إلى هذه الحقيقة في مواضع متعددة من القرآن الكريم مثلاً في آية الله تعالى يقول وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا في سورة الكهف لعل معنى الآية الكريمة كما يشير إليه بعض المفسرين أنه ابحث عن الأقرب رشدة إذا مشيت على خط ابحث عن الأفضل وقبل هذه القطعة الله تعالى يقول وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ لَعَلَّ مَعْنَى الْآيَةِ كَمَا يَذْكُرْ بَعْضُ الْعُلَمَاءَ أنَّهُ لَتْحَتِّمْ أنَّهُ أَنَا أَعْمَلْ هَذَا الشَّيْءِ لَعَلَّهُ جَاءَ الْغَدْ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الشَّيْءَ الَّذِي فَكَّرْتَ فِيهُ هو الأفضل الله تعالى يشاء لك الأفضل وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وهناك تفسيرات أخر في معنى هذه القطعة الله تعالى في القرآن الكريم يقول يَأَخُذُ بِأَحْسَنِهَا الشَّرِيْءَ شَرِيْءَةُ اللَّهِ هَلْ فِي شَرِيْءَةِ اللَّهِ حَسَنٌ وَأَحْسَنٌ نَعَمْ لَأَنَّ الشَّرِيْءَ لَهَا عَرْضٌ عَرِيْضٌ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأَخُذُوا بِأَحْسَنِهَا الله تعالى في آية أخرى يقول الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنًا أما واحد يقعد في الغرفة المغلقة ويقول إن من تهى إليه التفكير هو الصيغة النهائية التي لا نهاية وراءها لا أجلس مع الأفراد استمع إليهم لاحظ ما هو الأفضل وخذ بالأفضل وربما الشيء يكون في يوم من الأيام أفضل ولكن يأتي غد بأفضل منه احنا الآن المتدينين غالباً حركتنا حركة الأعمال الفردية نولد أفراداً ونعيش أفراداً ونموت أفراداً هل هذه الحالة جيدة؟ الجواب نعم أن تعيش وحدك وتموت وحدك جيد؟ نعم ولكن هل يوجد هناك أفضل من هذه الحالة؟ بحثنا حول هذه النقطة هل العمل الفردي هو الأفضل؟ أو العمل الجمعي هو الأفضل؟ هذا ما يختص بالمجالات العلمية هذا يشمل المجالات العلمية يشمل المجالات العملية يشمل المجالات الاقتصادية يشمل المجالات الاجتماعية كيف نعم العمل الفردي أو العمل المشترك؟ بعد هذه المقدمة نعود إلى الفصول الثلاثة الفصل الأول ما هي الضرورة العمل الجمعي؟ نذكر هناك ثلاث ضرورات الضرورة الأولى مواجهة التحدي نحن الآن نعيش في مواجهة تحديات ضخمة في جميع المجالات هذه التحديات لا يوجد وراءها أفراد وإنما توجد وراءها قوى عالمية ضخمة مترابطة متكاتفة الصهيونية العالمية هؤلاء لا يمثلون أفراد هناك مثال معروف يقول إذا اجتمع ثلاثة يهود كونوا ثلاثة تشكلات لأن اليهود طبيعتهم التفرق الله تعالى يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الآن إن تروحوا إلى المجتمع اليهودي في الدولة المحتلة يوجد هناك أبشع أنواع التمييز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين كتب كتبت حول هذه الظاهرة اليهود طبقتان تحتقر إحدى الطبقتين الطبق الأخرى وقلوبهم شتى القرآن الكريم أخبر بذلك ولكنهم مع ذلك في قبال العدو المشترك يعني ما يتصورونه عدوا مشتركا كتلة واحد الوالد رحمه الله سأله سائل أنه لماذا في حرب سبع وستين انتصر اليهود على المسلمين مع أن اليهود حكومة واحدة والمسلمون عشرين حكومة الوالد رحمه الله قال قد أجبت على سؤالك بنفسك هذا السؤال يحتوي في داخل على جوابه اليهود حكومة واحدة ولكن المسلمين عشرين حكومة متشتت متباعد متفرق ثم ذكر الوالد رحمه الله هذه القضية قافلة خرجت طبعا هذه القضية ترتبط بعام سبع وستين مو كلامي في الوضع الراهن قافلة كبيرة خرجت من بلد إلى بلد آخر للتجارة ثم بعد فترة عادت القافلة بعد فترة قصيرة قالوا لماذا عدتم قالوا قطاع الطرق جاهمونا وسلبوا ما معنا لم يبقى معنا شيء قالوا وكم قالوا وكم كان عدد اللصوص قالوا اثنان قالوا اثنان ينتصران على مئة فقال أحدهم وكان حكيما نعا لأنه أولئك الاثنان كان متحدين ونحن مئة متفرقة اثنان متحدان ينتصران على مئة متفرقة احنا الآن أمام تحديات ضخمة هذه التحديات دخلت في بيوتنا واحد من المتدينين كان يقول أنا بعد ما أتمكن أحفظ أولادي في بيتي من كبار المتدين انقطعت الرابط بيني وبينهم ما عندي سلطة عليه ما أقدر أتحكم فيهم لا بأبنائي ولا ببناتي ليش لأنه قوى الكفر داتعم حدثني أحد المطلعين أنه قمر واحد من الأقمار تبث عبره ألف وتلثميت قناة فضائية قمر واحد يعني شوفوا احنا في أي جودة نعيش هذه الغرفة تتصارع فيها الأمواج الفضائية بالمئات إن لم تكن بالألو أبنائنا يعيشون في هذه الأجواء فهل يمكن لعمل فردي محدود واحد يقعد في غرفته المغلقة ويبدأ بعمل معين أن يواجه هذا التحدي معقول هذا من الذي يحكم العالم الآن المؤمنون أو الكفار بعد ثلاثين عام من الذي يحكم العالم المؤمنون أو الكفار قوى ضخمة شركات متعددة الجنسيات مراكز دراسات عجيبة تصنع الفكر وتوجه الفكر وتوجه القادة قوى الضغط العالمية الضخمة المترابطة ما يخلون واحد منهم يهان في العالم هل يمكن لعمل فردي أن يواجه هذا التحدي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية استمرارية العمل العمل الفردي يولد مع الفرد ويموت مع الفرد يموت بموت الفرد أنتو إذا رحت في منطقة وجمعتم كل الخيوط بأيديكم فكرة القائد الأوحد التي نعيش فيها أنظمتنا التي عشناها كل تدور حول فرد واحد ومحور واحد كل الخيوط بيدكم كل شي يجب أن يكون عبركم هذا يرضي بمشورته من حيث بدأ الآخر علماء الحضارة يقولون إذا كل واحد كان يبدأ من حيث بدأ الآخرون لكنا نعيش في عهد الكهوف الأولى كما يدعون هاي الحضارة اللي نعيش فيها مبنية على عنصر التراكم لأن كل واحد بدأ من حيث انتهى الآخرون مو من حيث بدأ الآخرون إحنا طبيعتنا في العمال كل واحد يأتي ويبدأ من حيث بدأ الآخرون لأن الأول جمع الخطوط في يديه اختزن التجارب لنفسه الثاني أيضا يجي بدون تجربة يبدأ أيضا من نقطة البداية هذه النقطة الثانية النقطة الأولى مواجهة التحدي الآن لا نريد أن نتحدث عن التفوق التفوق شيء آخر المواجهة على الأقل النقطة الثانية استمرارية العمل النقطة الثالثة الرؤية المستوعبة العمل في أبعاد متعددة فيه زوايا مختلفة أنتو عندما تنظرون إلى قضية تنظرون إليها من زاوية معينة هذه قضية الزاوية في النظر قضية مهمة أو من مجموعة زوايا بينما الظاهرة الواحدة تحتوي على زوايا متعددة كثيرة متنوعة الظاهرة الواحدة فيها زوايا سياسية وفيها زوايا اقتصادية وفيها زوايا اجتماعية هل يمكن للعقل الواحد أن يحيط بكل هذه الزوايا لا لا يمكن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن لا يغفله شأن عن شأن احنا ننظر إلى زاوية معينة ونغفل عن بقية الزوايا عندما تكون هناك مجموعة عندما يكون هناك عمل مشترك انتو تنظرون من هذه الزاوية الآخرون يرشدون كم إلى بقية زوايا العمال التي غفلتم عنها في حديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه في بحار الأنوار هذا الحديث مضمونه أن أبي يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه الإمام لا يحتاج الإمام متصل بالواحي لا يحتاج ولكن لعله للتعليم ربما شاور الأسود من غلمانه الآن ظاهرة الخدم موجودة في كثير من البلاد الخادم شون قيمته ما لقيمة في كثير من الأعراف شايفين واحد يتشاور ويخادم العبد أدنى رتبة من الخادم الإمام الكاظم وهو حجة الله المتصل بالواحي ربما شاور الأسود من غلمانه فقيل له أن تتشاور هذا فقال ربما فتح الله على لسانه وفي هذه الرواية المذكورة في البحار أن الإمام الكاظم صلى الله عليه أحيانا كان يأخذ بآرائه خادم في بيتكم تتشاورون ويا وتأخذون برأيه نعم ربما هذا يرى القضية من زاوية لا ترونها الآن أحد الرؤساء في العالم يقال له أكثر من أربعمائة مستشار شخصي أربعمائة واحد أكثر من أربعمائة واحد يتشاور ويا هذا الرئيس ذهب إلى منطقة من المناطق لتوقيع اتفاقية أو اتفاقيات معه جيش من الخبراء جيش ذكروا عدده اتفاقية واحد أو اتفاقيات هذا هذا هو البحث الأول الفصل الثاني القاعدة العمل المشترك يحتاج إلى قاعدتين القاعدة 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 الأولى قاعدة فكري والقاعدة الثانية قاعدة نفسية أما القاعدة الفكرية التي يحتاج إليها العمل المشترك فهي ثقافة العمل الجمعي هذه ثقافة احنا ما عدنا هذه الثقافة كثير من ثقافة العمل الجمعي شايفين عدنا تأليف كتاب مشترك مجموعة من العلماء مجموعة من الفضلاء مجموعة من المتدينين يجلسون ويؤلفون كتابا مشتركا عدنا هذه الثقافة كثير من لا قلت أحيانا الظروف تفرض العمل الفردي واحد مجبور يعيش في ظروف استثنائية مجبور هذا في الغرب موجود التأليف المشترك العجيب أنه أنتو راجعوا معاجمنا الرجالية تجدون أنه عندنا في التاريخ فكرة التأليف المشترك مع أنهم كانوا يعيشون في تلك الظروف الضاغطة عدنا واحد من الروات جميل ابن دراج راجعوا رجال النجاشي وهو من أضبط أو أضبط ما كتب في علم الرجال يذكر في أحوال جميل ابن دراج جميل واحد من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وهو من الستة الثانية وبحر العلوم يقول فيه جميل الجميل مع أباني والعبدلان ثم حماداني جميل ابن دراج ألف كما يقول النجاشي كتابا مشتركا جميل ابن دراج من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم صلوات الله عليهما ثقة 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 وجه الطائفة وله كتاب اشترك مع محمد ابن حمران أو حمران في تأليفه جميل والنجاشي له طريق إلى هذا الكتاب الثاني المشترك يذكره في رجاله ثقافة العمل الجمعي هذه هي القاعدة الفكرية القاعدة الثانية القاعدة النفسية وهي المشكلة الكبرى عندنا وهي القدرة على التعايش العم حفظه الله يكرر هذه الكلمة كثيرا ثقافة التعايش احنا ما نقدر نعيش مع الآخر الرجل ما يقدر يعيش ويمرت ماكو تعايش إلا في بعض المتدينين الله تعالى يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بيت العنكبوت بيت لا تعايش فيه المرأة تاكل الرجل في بيت العنكبوت الأنثى تاكل الذكر في تفصيل احنا ويشن ويشن أحدهما الحرب على الآخر أما فقيران يعيشان يعيشان جاء حتى في أدعيتنا حتى في أدعيتنا عدنا في مشكلة صغيرة في حياتنا تؤرقنا نفكر فيها ملايين يموتون في العالم جوعا عطشا أصلا أما إحنا في البيت نزاع وخصام ليش لأن الرجل ما يقدر يعيش ويا زوجته تقولون أن الزوجة هي المقصرة فلتكوا إذا واحد عند تصميم على التعايش يتعايش بدل ما يخرب البيت ويخرب أطفال وأولاد لأن البيت المتوتر يربي أفراد متوترين قلقين تعايش وارتاح وأرح وكذلك المرء في مجتمعنا شريكان ما يتمكنون يتعايشون يقولون بعض الأفراد إذا الشريك كان زيان الله كان يتخذ شريك اتخاذ الله للشريك محال عقلي أما اتخاذك للشريك هذا مو محال عقلي ميتعايش تجار صغار كل واحد يدور في فلاك وتأتي الأيدي التي تعبث وراء الستار الصعد السوق وتنزل السوق وتلعب بالبورصة وتقعد الكثيرين على الرمال في هاي الآونة الأخيرة كم من تجارنا جلسوا على الرمال فكر منغلق عند بعضهم طبعا هو عمل منفرد نقدر نعيش في هذا العالم في هذا العالم المتحرك المتطور السريع الذي يركض القاعدة الفكرية عبارة عن ثقافة العمل المشترك والقاعدة النفسية عبارة عن القدرة على التعايش مع الآخر طبعا طبعا التعايش كل مشكلة تحتاج إلى تربية تحتاج إلى تمرين هذا هو الفصل الثاني الفصل الثالث والأخير مظاهر العمل المشترك نذكر مظهرين المظهر الأول المظهر العلم كما ذكرنا في مثال التعليف الحاج أو حسين القمي رحمة الله عليه الذي كان من كبار علمائنا الأتقياء كان عنده لجنة مكونة من مجموعة من فطاح للفقهاء الكبار كل مسألة كانت تأتي إليه كان يتشاور وياه مع أنه هو مشتهد عنده قدرة على الرأي والاستنباط واحد واحد يسألهم ما هو رأيكم معروفون أولئك الفقهاء المجال الثاني المظهر الثاني المظهر العملي نحن نحاول أن نجعل أعمالنا مشتركة إذا رحت إلى منطق لا تكون فردا وإنما حاول أن تبدأ مع مجموعة حاول أن تنم مجموعة حاول أن تفوض الأعمال إلى مجموعة حتى تنطلق لأن واحد إذا بقي في دائرة عمل معين يبقى محدودا واحد دائما لازم يرفع نفسه مثل هذه النبتة التي تجعلها في الأرض شوية شوية ترفع نفسها ونختم كلامنا بهذه القضية كان أحد العلماء في أصفهان يقال يقال له 130 أن وجود الفشارك في أصفهان خطر على الدولة فأمر الملك بإبعاده إلى طهران أخذوا أخذوا الفشاركي وأبعدوه إلى طهران في طهران كان يعيش عالمان وكان وكان هناك نوع من اختلاف الاجتهادات بينهما اختلاف الاجتهاد طبيعي الأطباء ما عدهم اختلاف الاجتهادات أنتو أخذوا مريض ودوا إلى الطبيب الأول ثم إلى الطبيب الثاني في كثير من الأخيان يختلفان في اجتهاد اختلاف الاجتهاد طبيعي الكر كم شبر واحد يقول 27 واحد يقول 43 إلا كذا واحد يقول 100 شبر أكو رأي بالجواهر أن الكر 100 شبر يعني واحد منهم عنده عنادوية الآخر لا اختلاف الاجتهاد في ليلة من الليالي العالم الأول نائم في بيته وإذا بالباب تطرق الخادم يروح يشوف العالم الثاني فيسرع فيسرع إلى العالم الأول ويقول العالم الثاني بالباب يسرع إليه العالم ويدخلان ويدخلان البيت ويقول تفضل ما الذي جاء بك في هذه الليلة يقول فشاركي في الطريق غدا يصل إلى طهران إذا الشاح تجر على هذه الخطوة الأولى يجر على الخطوة الثانية والخطوة الثالث طهران بيني وبينك ويجب أن نتخذ موقف هذه موقضية تاريخية هذه قضيتنا أيضا أنت غدا وكلاء في مدينة كيف تتعاملون في هذه المدينة من القضايا الصغيرة كقضية الهلال إلى القضايا الكبيرة قضية الهلال قضية صغيرة قضية الهلال منوطة باقتناع المكلف أي مكلف يتمكن يعمل بقناعة العلم الوجداني مو قضية مهم إذا مشكيتوا لا تنقض اليقين بالشك يحكم ببقاء شهر رمضان انتو عندما تكونون في منطقك كيف تتعاملون في تلك المنطق كل مجموعة من المتدينين في فلك في قضية الهلال أو يكون هناك رأي مشترك وتواصل وعمل مشترك كما كان يفعله السيد أو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه وانتهاءاً إلى القضايا الكبيرة إحنا جلسنا في القضايا الكبيرة فكرنا تواصلنا فقال العالم صاحب البيت ماذا نفعل قال الطريقة بسيطة بكرة نبعث أفراد يجوبون طهران ويقولون بأمر العالم الفلاني والعالم الفلاني كلاهما يعني عطلوا دكاكين طهران تعطيل واذهبوا جميعاً إلى استقبال الفشاركي على أبواب طهران قال ما يخالف نذهب إذا أنا كنت وكيل في منطقة أذهب إلى الآخر أتواضع أتنازل أتصل على الأقد غداً المنادون أخذوا ينادون بآمر فلان وفلان أغلقوا الدكاكين واخرجوا إلى خارج طهران لاستقبال الفشاركي وإذا بالجماهير يعطلون الدكاكين ويخرجون جماعات جماعات إلى خارج طهران الشاه بلغه الخبر صعد فوق القصر شاف الناس دا يرحون خارج قال لوزيره الصدر الأعظام ماذا نفعل ذول إذا رجعوا يمكن يهاجمون ني في قصري وينزلون ني من عرشي ماذا أفعل الصدر الأعظام فكّر قال الطريقة أنه أنت وأنا وجميع الوزراء نركب العربان وكلنا نذهب لاستقبال الفشاركي وتجاهل الموضوع الشاه للصدر الأعظام جميع الوزراء ركبوا العربان أو العربانات وراحوا إلى خارج طهران لاستقبال الفشاركي وجاء الشاه واحتضن الفشاركي مثلا واستقبله وقال له سيدنا لماذا أتيت إلى طهران ما الذي أزعجك من إصفهان إلى طهران فقال الفشاركي أمرك أنت أمرت بذلك قال ومن بلغك هذا الخبر الكاذب قال الصدر الأعظم ظل السلطان في إصفهان قال لا ظل السلطان مشتبه أنا لم أقل هذا الشيء أنت ضيفي في طهران تعال إلى قصري ما دمت في طهران وأي أمر عندك فأنا في خدمتك وبعد مدة الضياف انصرف إلى حيث أحباب فقال الفشاركي لا أحتاج إلى المجيء إلى قصرك أكون هناك بيت معد أو يعد وأنا أبقى في طهران لا استقبال العلماء وزيارتهم والتشاور معهم ثم أرجع إلى إصفهان قال ذلك شأن وانتهت القضية وقد زاد المتدينون قوة على قوة اتشردوا التبعث التسقيط هذا يضعف الجميع وأول ضعف ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا بعض العلماء يقولون تفشلوا يعني الضعف النفسي انتو عندما تشعرون بأنه ظهركم محمي تشعرون بالقوة بالانطلاق أما إذا فلان اتكلم عليكم إفلان شكك في نواياكم إفلان شكك في جدوائية عملكم ما تعاونوا إياكم أول شي واحد يبرع يضعف من الناحية النفسية بعد ما عنده إرادة العمل بعد ما عنده محرك بعد ما عنده باعي حيث إحنا الآن نعيش هذه الأزمة الكبرى لا بأس أن ننقل هذه القضية أيضا كان شخص يمشي مع شخصية غربية لامعة كبيرة قال له انتو خمسين مليون تقريبا وانتو الآن مسيطرين على ألف مليون في العالم كيف معقول هذا خمسين مليون يسيطرون على ألف مليون قال نعم لأننا نفرق بينهم الأخ يرفع الرشاش في صدر أخي ويقتلوا وهم من مدينة واحدة ودين واحد ومذهب واحد نفرق بينهم كلهم يضعفون نحن ما دانحكم على ألف مليون نحن دانحكم على مليون ربع مليون نصف مليون ثلاث ملايين تفرقوا بعد وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر نحن دانحكم على شراذ صغيرة نفرق بينهم نحرك بعضهم ضد بعض قال وكيف تقدرون على ذلك قال أنا الآن أراوي لك كانوا يتمشون بالشارع في عهد تلك الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس كما يقولون شاف في الطريق أكو فقيران مكفوفان واحد هذا الجانب واحد ذلك الجانب من الطريق يتكففان سأل واحد منهم أنت كم مدهنانة قال مثلا 25 عام وهو صديقي من الأول هذا الرجل الشخصية الغربية اللامعة قال لأحدهما خذ هذه الليرة الذهبية وأعطي نصفها لصديقي ولم يعطي لأحدهما شيئا العود قال للثاني جيب نصف الليرة قال أنت جيب نصف الليرة وتطور الجدل بينهما إلى عراق بالأيدي اثنينهم قاموا من مكانه وأخذ يشتبكان بالأيدي والعصي حتى جرت الدماء بينهما قال هكذا نفرق نحن نحن التعاون التعاون على رأي بعض العلماء يختلف عن مفهوم الإعانة الإعانة يعني واحد يعمل أنت تمده هذا إعانة التعاون يعني عمل مشترك يعني معمل فردي يعني معمل فردي وتعاون على البر والتقوى التقوى الجانب السلبي البر الجانب الإيجابي ولا تعاون على الإثم والعدوان الإثم لعله المعصية الفردية غير المتعدية إلى الآخرين والعدوان يعني التعدي على الآخرين وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّت شُمُوسُ الْهَدِي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر